بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى لبيته الطيبين والطاهرين ثم اللعن الدائم على عدائهم ومبغضيهم ومنكري وضائلهم ومناقبهم إلى قيام يوم الدين أمين يا رب العالمين من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم حياكم الله عزيزي مشاهدي قناتي فدك وصوت العترة واليوم عندنا الحملة الشهرية للتبرعات ولتسديد فاتورة قناة فدك شهريا حاول تطلع معكم في بيث مباشر بين برنامجين ناخذ شوية من هذا البرنامج وحتى نذكر الإخوان في التبرع بالبداية اليوم حطين لكم الشريط الإخباري أسماء المتبرعين المنتظمين من مختلف دول العالم راح يكونون معانا على طوال برامج التبرعات أسماء المتبرعين المنتظمين اللي احنا نادينا وطلبنا أن نتسجل اسمك كمتبرع منتظم شهري هذه الأسماء هي أسماء السابقين الذين سبقوا للإحسان ومساعدة هذا الصوت البرائي هذه الأسماء اللي راح إن شاء الله تسجل عند الله جل وعلا بنور وبخط من ذهب هذه الأسماء اللي ساعدت صوت الزهراء عليها السلام عندما نادت وصرخت ومحمدا هذا الصوت وهذه الأسماء اللي لبت النداه هذه الأسماء اللي راح تقول للزهراء عليها السلام يوم القيامة يا زهراء نحن ساعدنا بما نستطيع بما مكننا الله لنصرة صوتك المهضوم المقيب طول 1400 سنة اليوم من خلال هذه القناة من خلال صوت الزهراء عليها السلام باسم فدك الزهراء هذه القناة انطلقت وتلبي نداء الزهراء هذا هذه الأسماء اللي راح نخصمها من بداية الحلقات اليوم راح أخصم أسماء المتبرعين المنتظمين اللي موجودين على الشاشة وراح يبقى أساميهم تبقى أساميهم طوال برامج التبرعات من أول البرنامج إلى آخر البرنامج نبدأ بأسماء الأخوة من العراق الحجية قبال 125 ألف دينار عراقي أو أنا أقرأ لكم إياهم من الشاشة شريط الإخباري ليش مو موجود في الشاشة الثانية محمد من القناة خوش أنا راح أقرأ الأسماء ونخصمهم هذه الأرقام الموجودة هذول الأخوة متبرعين منتظمين شهريين والمبلغ اللي محتاجين لتزديد الفاتورة هو خمسين ألف فراح أقصم المبلغ اللي تكفلوا فيه هذول الأخوة أن يكونون جزء من هذه القناة هذول الأخوة راح أحسبهم جزء من الكادر جزء من الأعضاء جزء من الخدمة اللي هني يخدمون هذول لهم الشرف أن أسماهم تسجل على هذه القناة الشريفة إذا كان في خطأ بالأسماة أو بالرقام يتواصلون معنا الأخوة حتى نعدل الاسم أو نعدل الرقام في بعض الأخوة موارضة ويكتبون أساميهم واللي ما يريد أن يكتب اسمه هم بخدمته اللي يريد أن يكتب كونيا بدل اسمه أو لقب ما يخالف في بعض الأخوة قالوا نحن نبي الصدق تكون بالسر هم إن شاء الله يتسجلهم من الذين يتصدقون بالسر ولكن العلن إحنا السراحة ليش هذا البرنامج نبي نحث ونشجع الأخوة للصدق بالعلن حتى يشجعون أخوانهم أنا اليوم لما يكون عندي بالشريط الإخباري دولة كبيرة فيها رافضة بالآلاف من استراليا ويكون عندي بس اثنين من استراليا جواد وأم حيدر هنا أنادي وحث وحمس الأخوة من استراليا الرافضة ليش ما تسجلون أساميكم وإحنا ندفع قمر قيمة الشهرية 10 ألاف دولار لتقطية استراليا ونيوزلندا ولقي من نيوزلندا وإستراليا اللي فيها مئات الألوف من الشيع الرافضة مئة دولار من جواد وأم حيدر مئة دولار ومن نيوزلندا ألاقي فقط اسم علي ونيابة عن الأمير الحاج يحية وم حيدر ومحمد أربع أسماء وهنين نلاقي اسمين ست أسماء من استراليا ونيوزلندا وإحنا ندفع لهم الأخوة ليس مننا ولكن أنتوا أهل هذه القناة إحنا لما نتكلم ما نتكلم على واحد بكري يطالع هذه القناة ما نتكلم على واحد بيتري يستمع لهذه القناة إحنا نعاتب أخواننا الرافضة اللي يشاهدوننا واللي يكونون جزء من هذه القناة نقطع برامجنا ونحث الأخوان للتبرع لهذه القناة وهذا للأسف المفروض ما يرضى ما يرضى الرافضة يحتاجون كل كلمة نقال على هذه القناة كل خبر الأخوة قبل قبل كانوا السيد أحمد الموسوي والأخ جمال سلمان كان عندهم أخبار أنا أعطيتهم إياها ما مدة يكملونها أخبار تتعلق بالأوضاع الجارية ما مدة لأن البرنامج اضطروا أن ينهون حتى نطلع لكم في برنامج التبرعات أنا الحين لا والله محمد ما عندي مجموح بالضبط أنا ودي شغلة بس أنا الأسماء اللي من العراق من العراق أخذت فقط الأسماء اللي عندي السيد أحمد محمد الموسوي والأسماء اللي عند أبو حسين والأسماء اللي عند حيدر أبو حيدر واسمين يجوني من الأخ برضا هذه فقط الأسماء من العراق أسماء أبو حيدر وهي الأسماء الأكثر لحد الآن ما وصلت يعني مو مسجلين بالشريط الإخباري العراق حجي أقبال 125 ألف حيدر الطائي 50 دولار عبد الله المولى 50 دولار رسل من النجف 10 ألاف جنان 25 ألف خولة وابتسام 25 ألف أم سيف 60 ألف حجية آمال 50 ألف أم أحمد عباس 25 ألف حجية أم نور 50 ألف أم نور 50 ألف أم مصطفى 25 ألف باسل السوداني 50 ألف تقدر تجمعهم على ما أقرى محمد عبد السلام السوداني 50 ألف أم مصطفى 10 ألاف أم ميعاد 10 ألاف أم سيف من البصرة 30 ألف أمير القريشي يلا يفك سجنه 25 ألف مرتضى اللامي 10 ألاف أسامة يحيا 100 ألف ميساء من النجف 300 ألف نوال 5 ألاف سارة عادل 200 ألف عائلة أبو دينة 25 ألف سيد مهند 50 ألف لؤي أبو طيبة 20 ألف أم طيبة 25 ألف زينب الموسوي 10 ألاف أم عمار 10 ألاف حسن عبد الحسين 25 ألف رشا 10 ألاف العلوية أم صلاح فيه ممكن خطأ أم صلاح كاتب صلاح 50 ألف سيد صباح 25 ألف أم عماد 10 ألاف سيد مبين 10 ألاف سيد فاق 200 ألف محمد علي الحائري 100 ألف أبو حيدر 50 دولار جواد عبد انصيف 50 ألف ناصر العترة 10 ألاف الخادم الذليل لأهل البيت عليهم السلام من البصرة 65 ألف وحرمه الخادم الذليل لأهل البيت عليهم السلام 10 ألاف الجزيرة المحمدية ترى الحد الآن قليل اللي يعطوني يساميهم عبدالوهاب 100 ريال أنوار الحسين 200 ريال نوال الناصر 300 ريال حسين الأخ حسين عبدرب 100 دولار عن المرحومة فاطمة 500 ريال سرايا 100 ريال قاسم 100 ريال نايف 200 ريال سلمان وشوق وعلى وفخرية وآمنة وعبدالعزيز وجوري والزهراء وأميرة وسعود 3800 ريال أبو سيد محمد 1000 ريال وأم سيد محمد 1000 ريال سيد محمد 500 ريال أم حسن 500 ريال أم حسين 200 ريال أم فاطمة 200 ريال أم علي 200 ريال بشرة 500 ريال خادمة الحسين عليه السلام 500 ريال أم سيد قاسم 400 ريال زهراء حسن 100 ريال عن المرحوم سيد موسى 400 ريال أبو عبدالله 500 ريال شعاع 45 باوند رقية سعود 200 ريال عبدالله 110 دولار أبو علي 50 دولار ترى كثير من الأخوة أصدقائي ما بعثوا ليساميهم من الجزيرة المحمدية كذلك الكويت أبو مريم 100 باوند عمار الرشيد 40 دينار أبو محمد 600 باوند أحمد صفر 100 دينار أبو علي 100 باوند أحمد دشتي 60 باوند أبو خالد 150 دينار سيد حسين القلاف 50 دينار حبيب النكاس 10 دنانير مناف نصيب 100 دولار ناصر الخضري 200 دولار أبو عبدالله 100 دينار إبراهيم الناصر 150 باوند أم نواف 100 دينار أم علي 100 دولار خادمة الزهراء عليها السلام 50 دينار أمريكا أمريكا وحطين السويد وربع الظهر أمريكا مكاتبينها السويد أبو فاطمة 100 دولار أمير المالكي 100 دولار ضياد دهان 50 باوند نبأ الأمير علي 50 باوند أم إيهاب 50 دولار فوزي 50 كورونا محمد البياتي مو 500 باوند محمد البياتي 500 كورونا كريم الناصر 400 كورونا حماد الشاكر 300 كورونا أبو علي 23 باوند من الدنيمارك رشيد التكمتي 300 باوند حسين الخفاجي 100 دولار سالم لمسير 100 دولار رمزي العيسى 100 دولار الشيخ أبو سحاق 100 دولار أبو أمير 600 كورونا من بريطانيا ناصر الساعي 150 باوند أبو محسن 120 باوند أمير 100 باوند أبو مهند 100 باوند أم يوسف 60 باوند عن المرحوم عقيل 60 باوند علي شاهين 50 باوند رائد من اسكتلندا 60 باوند سيد أحمد الموسوي 50 باوند أبو سلمان من بولتون 50 باوند صباح البدري 50 باوند حسن 40 باوند ياسين 40 باوند أمين 40 باوند عمار الحداد 30 باوند 30 باوند يوسف الجزائري المتشيع 20 باوند حيدر الشاب البطل 101 باوند من البحرين بو محمد 400 باوند أم حسين الياس 110 دنانير بحريني عائلة أميرة آل سيف 115 خادم الزهراء عليها السلام 30 دينار أم محمد 35 دينار علي عفريط 20 دينار بو جعفر 25 دينار محمد البغشي 30 دولار محمد عباس 10 دنانير بحراني من بلجيكا وكيلنا أبو علي عنده متبرعين خالد المغربي 200 يورو نور أحمد 50 يورو بو علي هو وكيلنا 100 يورو عائلة خدام تراب نعل الزهراء عليه السلام العائلة المتشيعة من الشاد 100 يورو من النروج أبو محمد ومحمد 100 باوند عباس 60 باوند كاظم 200 دولار أحمد 100 دولار صباح شنون 100 دولار إبراهيم السوداني 50 باوند من إيطاليا الأخ مصطفى أيوب 230 باوند أفوان يورو محمد باغر 150 يورو عادل 50 يورو من فلندا وكيلنا محمود 50 يورو أم سامي 50 يورو رجعنا للعراق في محمد في الظهر رح نعدل تسوي تعديل بس أمريكا مكاتبينها عمان و سويسرا و هولندا و نيوزلندا استراليا مكاتبينهم فرنسا مكاتبينها ألمانيا مكاتبينها مختلف دول العالم مكاتبينها مكاتبينها الجزائر مكاتبينها بس يصير تعديل على الأسماء أقراها مرة ثانية طريقة تختلف الأخ محمد شوية عنده ضغط في أحد معاك محمد يساعدك إذا ما فيه خل الجمال نحن الحين أبو حيدر بعد على الخط يسجل لنا الأسماء و حتى تجمع لي هالأسماء الموجودة مع بعد التعديل و نخصمهم مرة واحدة إن شاء الله اللهم صلي على محمد و آلي محمد التبرع يفتتح قصي من كندا 20 باون أنا عندي أسماء كندا ممسجل أي قائمة من كندا أخذ لك قصي أول واحد من كندا كندا 20 باون و في عندي إخت كوثر كوثر تبرعها 50 دولار كندي حتى الرادود العزيز الأخ مرتضى طائي عند تبرع شهري سأسجل و أخصم إن شاء الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته أخي عبد الله هذا تبرع مني أنا أبو حيدر من كربلاء المقدسة 150 دولار 50 منها للقناة و من قناة فدك و 50 للمؤتمر الإسلامي الرافضي و 50 منها للقناة الإنجليزية و تبرع من الحاج محمد علي الحائري 100 دولار و تبرع من ولدي أكرم القزالي 380 ألف دينار عراقي و تبرع من الأخ جواد عبد صيف 50 دينار علما أنه متبرع دائم 25 ألف دينار عراقي متبرع دائم 25 ألف دينار من طالبة جامعية من أهالي عين التمر و تطلب الدعاء من سماحة الشيخ الحبيب و تبرع من فاعل خير 25 ألف دينار عراقي بارك الله فيك و تقبل الله أعمالك يا أخونا يا أبو حيدر خاص منهم من ضمن المتبرعين المنتظمين فقط تخصم لي 380 ألف و 25 ألف و 25 ألف زين هذين فقط تخصمهم وما الباقين مخصومين كمتبرعين دائمين و أبعث اسم الأخت الطالبة الجامعية أو كل الأسما أبعثهم أقلان إلى سماحة الشيخ الحبيب ليدعو لهم بالتوفيق و قضاء الحواج كلهم حتى أبو حيدر الأخ محمد كريم محمد الحائري و الأخ أكرم القزالي و الأخ جواد عبد صيف و فاعل خير و الكل إن شاء الله ندعي لهم يا ليت بعد تزودون لنا بأسماء الأخوة من الكاظمية اللي محاطينهم من ضمن المتبرعين المنتظمين إن شاء الله نزيدهم أعتقد التبرعات التبرعين المنتظمين اللي إحنا نتوقع مع هذه الحملة راح يصير عددهم ألف متبرع منتظم شهري أنا الأسماء اللي حاطهم الحين بحدود 250 تقريبا متبرع أعتقد مجموع تبرعاتهم 17-18 ألف باوند من ضمن 50 ألف باوند إن شاء الله نبيه يوصلون إلى 50 ألف باوند و بعد ما نطلع للتبرعات نطلع للأخبار للبرامج المهمة اللي يستفيد منها المشاهد أنا فقط الآن الظهر عدلوا عدلوا الشريط الشريط التبرعات والأسماء اللي ما نذكرت راح نذكرها أنا راح أعيد لكم كل الأسماء ويا ليت يضيفوا لها أسماء الأخوة من الكاظمية والأسماء اللي سقطت سهوا يا أما من عندي يا أما من الأخ محمد جواد نخليهم إن شاء الله والأخوة اللي ما أبعثوا لي أسماءهم خلي نبعثونا خلي نخليها في الشريط الإخباري نعم الظهر الأخ محمد جواد الآن يخصم تبرعات الدول دولة دولة يجمع المبلغ ويحول إلى الباوند ويخصم بالبداية خصم أول مجموعة المتبرعين المنتظمين من العراق مليون وثمانمية 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 ألف دينار عراقي مع الدولار الدولارة اللي موجود صار المجموعة ألف و ألف واربعمية واربعين تقريبا الحد الآن تبرعات أبو حيدر ما وصلت تبرعات أبو حيدر هي نصيب الأسد من تبرعات العراق أنا هم عندي ترى تبرعات وصلتني لمرة واحدة عن طريق البيبال اللهم وصل على محمد وآل محمد الأخ علي من نيوزلندا وصلت تبرع الأخ وصلت تبرع الأخ كوثر سجل سجل اسمها واختم تبرعها 50 دولار كندي يعني 25 دينار 25 باوند في عندي متبرعين منتظمين شهريا أشوفهم من ألمانيا ولكن لم يمسجلهم من ضمن القائمة أم إحسان وأم سجاد أم إحسان وأم سجاد ما أدري أضيفهم وخلي أشوف تبرعات ألمانيا قلي أضيفهم مبلغهم شهريا بحدود 70 باوند يعني 100 يورو 9 من ألمانيا أم إحسان زائد أم سجاد 100 يورو زين عندي تبرع من علي خان وصل تبرعها أخ أبو علي من الكويت تمس الأمة الله يحفظها تبرعت بمبلغ 100 دينار أم وأخت الله يخليهم 100 يعني وصلتنا 200 206 باوند هم نخصمهم يعني عندنا 270 صار عندنا 270 زيادة على التبرعات خلي سجلهم محمد لا تشغل نفسك بها اللي يقول بعدين رح أعطيك الزبدة 70 و 200 باوند الأخ محمد معرفي 50 دولار أمريكي يعني نقول 30 دينار زي عفوا الأخ محمد أنا مسجن من ضمن المتبرع المنتظمين 50 دولار لا لا نشطبه لأن خاص من مرتظلة علي محمد يقول هدية من تراب هدية من عائلة خدام تراب نعلي الزهراء عليها السلام بمناسبة مولد الإمام الحسين وخيه بالفضل عباس وابنه الإمام السجاد سلام الله عليهم أجمعين سعد الله يامكم يا رافضة يا أحرار هذه عائلة خدام تراب نعلي الزهراء عليه السلام من بلجيكا العائلة المتشيعة خمسة باوند زيادة على تبرعهم الشهري أم محمد وبمحمد من بلجيكا شاعرنا شاعر الرافضي البطل وصلوا تبرعهم قصي مسوي توماتيكا ظاهر خصم أسبوعي من حساب البيبال 10 باوند سبوعيا هناك تبرع من أخ عزيز علينا ما يقول اسمه هو من ضمن المتبرعين المنتظمين بس زاد المبلغ 200 باوند حق العشة البركة اللي كان في مولد الإمام الحسين عليه السلام قبل يومين على فكرة يوم الأربعاء اللي مو هو باتر الأربعاء اللي بعده رح يكون عندنا مولد الإمام الحج عليه السلام اللي حب كذلك يساهم في هذه المناسبة يتفضل منه الآن جزاه الله ألف خير زين الزين اللهم وصلي على محمد وعلي محمد الجزيرة المحمدية بحدود 4400 باوند تقريبا 25 ألف ريال غير الدولارات اللي موجودة أبو محمد الأخ أبو محمد وأبو جعفر ضيوف عندنا أعزاء من المغرب وتشرفت في استضافتهم اليومين هذه أخوة متشيعين عن طريق القناة جونا وضيوف عندنا وتبرعوا بمبلغ 500 باوند للقناة الله يوفقهم يتقبل أعمالهم ويحقق لهم مرادهم الأخ أبو محمد والأخ أبو جعفر المبلغ 500 باوند كاش سلمون للأخوة أم نخصمه 500 باوند نعم ألمانيا أم هاشم مو ضيفها إلى القائمة 30 يورو من ألمانيا أم هاشم 30 يورو أم هاشم 30 يورو هم راح نضيفها خلانا أحط لي قائمة بروحها هني حق الخصم أنا اللي راح أضيفها راح أخصمها أم هاشم 30 يورو 30 يورو تشم 70 20 باوند أم سامي الأخت الشريفة العفيفة هم من من فنلندا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم إرسال 65 يورو على حساب الرحمن في السويد ونسألكم الدعاقتكم أم سامي الله يستر عليكم يوفقهم ويخليلي تولادتش ويستر عليهم ويصلحهم إن شاء الله يا أختي يا أم سامي خلى أرد عليها السلام وعليكم السلام الكويت هم كذلك محمد 2600 باوند يخصمهم الآن وصلنا إلى تبرعات الكويت يخصمهم 2600 باوند اللهم صلي على محمد وعلي محمد وأجل فرجهم زين أنا راح أعطيك شوية تعديلات محمد أعطيك على الواتساب مالك أكتب لك الدولة مثلا زين زين بعدين على نهاية البرنامج راح نذكر كل المتبرعين المنتظمين مع التعديلات يعني أم هاشم ألمانيا 30 يورو تزيدهم من القائمة زين ونسوي قائمة جديدة لكندا كندا قصي محمد 20 باوند وكوثر 50 دولار زين هذين راح نضيفهم إلى القائمة بالإضافة إلى الأسماء اللي عند الأخ أبو حيدر اللي نضيفهم إن شاء الله وراح نقرأ القائمة كاملة بعد التعديلات إن شاء الله أنا التعديلات أضيفهم على الواتساب الخاص فيك مع تلفونك الأخ أحمد من نيويورك وصل تبرعه الأخ أبو علي من الكويت وصل تبرعه الأخ محمد الوافي من ألمانيا وصل تبرعه الظاهر للأخ وقعد يتابعون البرنامج ووصلوا تبرعاتهم المنتظمة الشهرية أنا قاعد أشوف تعديل دائما على برنامج البيبال وقاعد الأسماء تنزل أول بأول في عندي صديق لحظة وشي ألفين ألفين ومئة وثلاثين تبرعات أمريكا أخصمهم ألفين ومئة وثلاثين تبرعات أمريكا كمتبرعين منتظمين ترى حد الآن أنا ما قلت التبرعات محمد خصمت شيء غير التبرعات المنتظمة بس تبرعات اللي من طرف أبو حيدر من كربلة أبو حيدر وخمسمية مال تضيوفنا من المغرب زين أنا قاعد أجمع لك التبرعات اللي مرة وحدة حتى نخصمهم بعدين عقو ما تخلص الخصم مال المتبرعين المنتظمين زين ونصير تعديل على أسمائهم مثل ما قلنا لكم قاعد يجينا أبديت أول بأول ل المتبرعين ويوصلون تبرعاتهم جزاهم الله خير الجزاء صار المبلغ صار المبلغ تسعة وثلاثين ألف يلا إن شاء الله هانت يعني المتبرعين المنتظمين اللي خصمناهم الحد الآن بحدود عشر آلاف وخمسمية قير الخمسمية مع الإخوان من المغرب اللهم وصلي على محمد وعلى محمد في تبرع في تبرع اليوم الإخوان الساعة ثلاثة الفجر رح ينطلقون من لندن إلى إسبانيا لإيصال مجموعة كتب للأخ وكيلنا في إسبانيا أبو علي المغربي لإيصالها إلى الأخوة المحتاجين كتب خاصة رح يوصلون مجموعة من الكتب من ضمنها كتاب الفاحشة الوجه الآخر لعائشة رح يوصلون هاليوم وراح يمرون بطريقهم فرنسا ويستلمون تبرع من أحد الأخوات اللي هي الأخت عطية عندها تبرع ثلاث آلاف يورو الأخت عطية جزاها الله خير هي من المتبرعين المنتظمين اللي ضفتهم من ضمن المتبرعين المنتظمين من فرنسا بمبلغ 150 يورو الأخت عطية إن شاء الله تبرع هذا المبلغ ولكن حد الآن ما عرفت منها المبلغ بالضبط راح يكون إلى القناة أم إلى المسجد أعتقد إلى القناة إذا القناة برنامج باتشن راح أخصم مبلغ الأخت عطية من فرنسا زين أبو علي من الكويت يقول على بغض عثمان حمال الخطايا لعنت الله عليه أتبرع بمبلغ 110 نسأل الله أن يتقبل مننا ومنكم اللهم وصلي على محمد وعلي محمد الأخ بو علي طبعا هذا التبرع المنتظم خاص من الأول الله يوفق لي كل خير إن شاء الله أنا عندي هذا البرنامج البرنامج البيبار في خدمة تحويل العملات مباشرة فسويتها وضبطت بيا يعني ما أحتاج أني أروح أنا أعدل العملة هو نفس الجهاز يعدل العملة عندي تبرع من الأخ سامي أحمد سامي أحمد 100 باوند ولكن الأخ سامي أحمد منه هل هو متبرع منتظم إذا متبرع منتظم ياليتي يبلغنا حتى لا نخصم المبلغ سامي خل حط اسمه 100 باوند إن شاء الله هذه الأرقام اللي إضافة للمتبرع المنتظمين راح نخصمها بعد ما يخصم الأخ محمد جواد تبرعات كل الأخوة المتبرعين المنتظمين الشهريين زين بدأنا بـ 50 ألف والآن قاعد يتناقص العدد يا ليت والله لو نسوي حملة قوية يوم واحد بس حملة قوية نقدر نجمع 50 ألف بسهولة ولكن للأسف ما نقدر البرامج قاعد تزاحمنا برنامج انتهى بعد شوي برنامج ما نقدر يعني أنا قاعد أبذل اللي أقدر عليه من خلال الاتصالات والرسائل حتى أقدر أجمع المبلغ المطلوب مبلغنا مو كبير مبلغ بسيط اللهم صلي على محمد والي محمد السلام عليكم عبد الله بس عندي ملاحظة قناتكم عرضت صورة راية داعش المرفوعة في وادي الدواسر في منطقة الرياض بما يعرف بالسعودية وهذا أكبر دليل على أن داعش صناعة سعودية ولا فكيف وصلت للرياض العاصمة والحكومة لم تحرك ساكن يعني شنو ما عندها خبر سؤال يحتاج لإجابة من حكومة السعودية وياليت هذه الصورة توصل للجهات الدولية المعنية لمكافعة للإرهاب حتى تستيقن من كذب حكومة السعود يعني اختي الله يهداعش يعني هو داعش منه صناحهم منه مولهم منه كبرهم منه دعمهم يعني واضح الشغلة ما يبيل هلا صور ولا جهات إعلامية ولا ولا حكومات وكيلنا في ألمانيا وفرنسا والجزائر الأخ نور الدين يقول السلام عليكم أخي عبد الله الأخ محمد المقدم المقدم التونسي من باريس يتبرع بمبلغ مئة مئة وعشرين يورو ويطلب عقد الراية مئة وعشرين يورو خليه صرفها إلى الباوند مئة وعشرين يورو نصرفها إلى الباوند ونخصمها نسجلها بعدين نخلي محمد يخصم ثمانين باوند يطلب عقد راية بالفضل العباس عليه السلام شوف لي راية بالفضل أبو حسين أي واحد فيكم شباب شوفوا لنا راية بالفضل العباس عليه السلام وبعدين نخصم التبرعات اللي عندنا اللي قاعد أسجلها من ضمن التبرعات اللي مرة واحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عليه وفقه وتوصل التبرع حولت لي يا أبو رائد عن طريق البيبال وصل عندي قاعد أشوفه زين نقرأ تبرعات أبو حيدر قبل لا نختم البرنامج حتى نستعد إلى برنامج الشيخ خادم الزهراء عشر آلاف حيدر البغدادي وشقيقته خميتين وخمسين ألف بشار أبو أحمد خمس آلاف عفة وابتسام خمس وعشرين ألف حجية أريج تبرع عن أبو كرار الذي نجى من انفجار الكرادة عشر آلاف صدى العترة عشر آلاف على عاصم خمسة عشر ألف كريم عبد الأمير عشر آلاف مشل تشيشان مئة ألف علي ناصر زوجته مئة دولار العلوية أم علي من البصرة مئة وعشرين ألف وبالطيب القانمي خمسين ألف من طرف المعتقل أمير القريشي خمسين ألف قاسم وابو محمد من كربلاء خمسة وعشرين ألف وبطيف خمسة ألاف منتظر رافض ثلاثة وسبعين ألف حسان من الديوانية خمسة وخمسين ألف أحمد زيدان مئة دولار بفاطمة الفتلاوي خمسة وعشرين ألف عدو عايشة عشر آلاف عقيل جاسم خمسة وعشرين ألف علي الطائي خمسة وعشرين ألف هاشم البهاد لعشر آلاف عن القوات المسلحة أبو أيمن عشر آلاف ويسلم على الشيخ وعلى الهيئة وعليه السلام ورحمة الله عن الشهيد حسن شحاتة خمسين ألف من أبو علاء من البصرة خمسة ألاف أخضير عباس العاملي مئتين وخمسين ألف عدو عمر من الديوانية خمسة وعشرين ألف خادمة للبيت عليهم السلام خمسة وعشرين ألف حسين أحمد خمسة وعشرين ألف العلوية من البصرة عشر آلاف العلوية أم حسين عشر آلاف خادمة الزهراء من الديالة 5 ألاف ولاء زيدان 45 ألف زينب الموسوي 20 ألف أحمد ناصر 10 ألاف ناظم البغدادي 25 ألف 10 ألاف من علي المطيري 5 ألاف من أسماء محمد الشمري 25 ألاف من حاتم بشارة 5 ألاف من زهراء زيدان 5 ألاف من قيس أبو ليلة 50 ألاف من نجاح عبد الوهاب العاملي 500 ألاف من أم علي من البصرة 25 ألاف من حجية ريج 25 ألاف من أحمد عباس من الأعمارة 20 ألاف من خادم صاحب الزمان عليه السلام 100 ألاف من أبو طالب من كربلا 5 ألاف من حيدر علي 25 ألاف من أم أسير من النهروان الله يوفقهم ويتقبل أعمالهم اللهم صلي على محمد وعلي محمد أنا أم محمد من القطيف أعظم الله جوركم ومجورنا بشهاداءنا من القديح الجريح في القطيف وحسن الله عزالي سيدتنا الزهراء عليه السلام أرجو أن تسجل اسمنا أم محمد أم أم محمد من أولادنا بالتبرع للقناة مقدار 500 ريال وأرجو رسال سلامي للشيخ الحبيب ونسأله الدعاء لغضاء حاجتنا وبالدعاء لي بالشفاء العاجل فأنا مريضة وأرجو عقد الراية راية بالفضل العباس عليه السلام لغضاء حاجتي وشفائي الله يوفقك يا أختي يا أم محمد وسأسجل اسمكم من المتبرعين المنتظمين بـ 500 ريال من القطيف أم محمد من القطيف وأولادهم أائلتهم ومحمد أبعثهم المحمد جوادي يضيفهم 500 ريال هذا نضيف إلى المتبرعين المنتظمين الأخت محمد الأخت هاجر أبعث التبرع الأخت هاجر أبغصم تبرعها باشر لأنها عندها هي أكثر من شغلة تواصل معها هي المبلغ التي تبرعتها ألف دولار المبلغ هو 800 800 باوند لمولد الإمام عليه السلام و 200 عفوا أنها متبرعة منتظمة بـ 200 فما رح نخصم المبلغ جزاها الله خير بارك الله فيها المبلغها هي الشهري التي تبرعت فيه كمتبرعة منتظمة 200 و 800 لمولد الإمام جزاها الله خير طبعا هي الأخت محاجر تقريبا المواليد التي فاتت أكثرها ساهمت فيها و جزاها الله الفخير حتى الكتاب الإلكتروني جاء ساهمت فيه المؤتمر الإسلامي الرافضي الستيديو الإنجليزي حتى استيديو الحوزة ساهمت فيه جزاها الله الفخير اللي هي الدكتورة متشيئة الله يوفقها رحمة الله على والدتها لربتها اسمها فاطمة الزهراء اللهم صلي على محمد وعلي محمد 40 ضياء الدهان كمتبرع منتظم التبرع ما لك يا أخ ضياء خلنا نشيك عليه نشوفها وصل ولا لا ضياء الدهان وصل تبرعك نعم تبرع الأخت هاجر وصل الأخ براءة وصل تبرعه العموم خصمت كل التبرعات طبعا الأخ ضياء يقول أطلب الدعاء إلي وإلى زوجتي أم سارة الدهان أنا أبعث اسمك الحين إلى سماحة الشيخ الحبيب ليدعو لك يا أخ ضياء والله يوفقك ويستر عليك وعلى يوم سارة ويغضي حوائجكم إن شاء الله الحاج محمد علي الحائري من كربلا ومئة ألف دينار عراقي الرقم مئة دولار بارك الله فيهم واتقبل الله أعمالهم ومأجورين يا أخ أبو حيدر وبارك الله فيكم أنا باتش راح أعدل لكم الأسماء كلها لأن اليوم ما عندي وقت بعد نص ساعة برنامج الشيخ وعندي برنامج بالنص أعدل لكم الأسماء وضيف الأسماء اللي عندي اللي ما سجلتها وأعدل الأسماء اللي عنده تعديل على الأسماء يقولي يا لما يكون برنامج التبرعات مدة أطول راح يبين الأسماء أكثر ونقدر نرتبهم أحسن أنا الحين أنهي بس خلط شيك على تلفوني قبل أنهي ما قدرنا نخصم كل التبرعات وصلنا إلى تبرعات فرنسا الحين يخصمهم الأخ محمد ونخصم باجو التبرعات في برنامج القد إن شاء الله بعد نص ساعة معاكم راح أكون بخدمتكم مع سماحة الشيخ الحبيب كونوا معنا بخدمتكم مع سماحة الشيخ الحبيب بخدمتكم مع سماحة الشيخ الحبيب